بسم الله الرحمن الرحيم علاج القولون العصبي بالقرآن الكريم الحقيقة هذه طريقة فعالة أنا استخدمتها شخصيا وكل من يطبقها أنا متأكد أنها ستعالج لديه الكثير والكثير والكثير من المشاكل المزمنة التي استعصت على الطب الحديث سأقول لكم الطريقة أيها الأحبة القضية ليست قراءة آيات من دون فهم كثير من الناس يظن أن القرآن الآيات القرآنية مثل حبة الدواء تقرأها أو تأتي بأحد يقرأها عليك فتشفى هذا الكلام غير صحيح أيها الأحبة لأن القرآن نزل شفاء لمن يقتنع به إذا لم تقتنع بكلام القرآن لا تستفيد بل ينقلب عليك خسرانا أولا يجب أن تتأمل معي هذه الآية أخي الحبيب وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ما معنى المؤمن أي الذي يؤمن بالقرآن ما معنى يؤمن بالقرآن يعني يقتنع بالقرآن طيب ما معنى يقتنع أنه يطبق يعني أنا أقول لك مثلا أنا مؤمن أن الدخان أو الدخان مضر ويسبب سرطان الرئة وأنا مقتنع بهذا الكلام ثم في اليوم التالي تشاهدني أدخن على الفور أنت تقول هذا الإنسان كاذب لو اقتنع فعلا أن الدخان يسبب السرطان لا يتناوله وبالتالي أن تؤمن بالقرآن يعني أن تطبق القرآن يعني القرآن أمرك بالصدق لا تكذب أبدا أمرك ببر الوالدين تسمع وتطيع وتبر والديك أمرك بحب الخير للناس تحب الخير وهكذا طيب ماذا قال بعد ذلك هنا الجزء الخطير من الآية أيها الأحبة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة الذي يظلم نفسه ويظلم زوجته يظلم أولاده يظلم الناس هذا الظالم القرآن يكون وبالا عليه يعني مثلا أنت تقرأ ألا لعنة الله على الظالمين وأنت تظلم زوجتك أنت تلعن نفسك فتزداد خسرانا ولا يزيد الظالمين إلا خسارة إذن القاعدة الأولى أخي الحبيب هذه قواعد مهمة في الشفاء القاعدة الأولى أن تؤمن بكلام القرآن ولا تؤمن حتى تطبق يعني أنا حتى أقول فلان يؤمن بالقرآن ويقتنع به يجب أن يطبق كلام القرآن طيب القرآن يأمرني بالعفو القرآن يأمرني بالعفو يقول سبحانه وتعالى وهذه آية مهمة للأسف معظم 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 الناس لا يطبقها ولا يحب أن يطبقها فمن عفى وأصلح فأجره على الله معظمنا ينظر للأسباب المادية ينسى وجود الله عندما يتعامل مع البشر عندما يسيء لك أحد أو يظلمك أحد أو يهضم حقك مثلا أو يعاملك بكلمة سيئة أو سلوك سيئ إلى آخره هنا القرآن ماذا يأمرك يقول فمن عفى وأصلح فأجره على الله القرآن يأمرك بالعفو ويقول لك الأجر تأخذه من الله يعني مثال أنت أقرطت إنسان مبلغ من المال أنت موظف في شركة وزميلك في العمل اقترض منك مبلغا من المال وتعبت ولم يعطك هذا المبلغ جاء صاحب الشركة وقال لك أنا سأعوضك أنا عندي طيب بالله عليك هل أنت تحمل هما لا لماذا لأنك تثق بأن صاحب العمل بالفعل سيصرف لك هذا المبلغ طيب هنا عندما عندما إنسان يسيء لك والله يقول لك فمن عفى وأصلح فأجره على الله لماذا لا تثق بالله لماذا لا تعفو عنه وتنتظر الأجر من الله إذن أنت لم تؤمن بكلام الله إذن القرآن لا يشفيك هذا أولا هنا أيها الأحبة كثير من الناس يقرأ القرآن ليلا نهارا ولا يشفى لماذا لأنه حقيقة لم يقتنع بكلام الله يجب أن تثق بما عند الله يعني إنسان يقرأ القرآن ويستمع للقرآن ليلا نهارا ثم يقول لك أنا أخاف من الموت إذن أنت لم تفهم القرآن ولم تقتنع به ولم تؤمن به لأن القرآن يبشرك بأن أجمل اللحظات ستعيشها لحظة الموت وبعد الموت بالنسبة للمؤمن ملائكة الله ستتنزل عليك البشرة الفرح السرور ستتخلص من مشاكل وأعباء وهموم الدنيا ستتخلص من هذه الدنيا التي هي بمثابة مستنقع للحزن والمصائب والمشاكل وستخرج إلى عالم نقف كله فرح وسرور يقولون لك فرحين بما آتاهم الله اللهم فضل بشراكم اليوم طيب ثم تخاف من الموت إذن أنت لم تقتنع بكلام الله أنا أبشرك بأنك ستجلس سأخرجك من هذا البيت الكئيب الذي تعيش فيه وأسكنك فيه جنة مليئة بكل ما تشتهي الأنفس ثم تخاف وتكره هذا الأمر إذن أنت لم تقتنع به هنا أيها الأحبة القاعدة الأولى إذن أن تقتنع بكلام الله القاعدة الثانية أن تقرأ الآيات وتفهم وتطبق القرآن لا يأمرنا أن نحفظه غيبا ولا يأمرنا أن نقرأه مليون مرة يأمرنا بالتدبر التدبر أفلا يتدبرون القرآن إذن علاج هذه المشكلة تدبر القرآن ما الذي يفعله تدبر القرآن أولا أيها الأحبة النظام أو جهاز الهضم لدى الإنسان جهاز معقد جدا ويعيش فيه يعني هذه معلومة أنا أعطيها لكم مفيدة جدا الجهاز الهضم هذا الأمعاء هذه المنظومة يعني يعيش فيها ما يقرب من 37 تريليون من البكتيريا منها ما هو نافع منها غير ذلك طبعا هذه البكتيريا تعيش في الجسم معظمها يستوطن أين الأمعاء والقولون والمعدة والجهاز هذا كله طيب هذه البكتيريا ما مهمتها مهمتها أن تساعدك على الشفاء هذه البكتيريا حساسة جدا للحالة النفسية يعني أنا عندما أغضب أنا أدمر هذه المنظومة الرائعة البكتيريا النافعة بعض العلماء يسميها هذه المنظومة يعني الأمعاء والبكتيريا يسميها الدماغ الثاني ومنهم من يقول هي أهم من الدماغ هذا وإذا قتلت كل البكتيريا هذه يموت الإنسان لا يستطيع أن يعيش من دونها فأحد أسباب القولون العصبي أن هذه البكتيريا ليست في حالة صحية جيدة أعدادها منخفضة أنت دمرتها بطريقة الغذاء الخاطئ يعني الأغذية المصنعة والوجبات السريعة والمشروبات الغازية وكثرة الدهون والسكريات وكذا كذا كذا كلها تسيء لهذه البكتيريا وتدمر بعض أنظمة عملها لذلك يبدأ هنا تبدأ التقرحات وتبدأ المشاكل والتوترات وبخاصة أن دماغك موجود هنا تخيل يعني أنت لا تعامل هذا البطن أنه عبارة عن آلة طعام أو آلة لهضم الطعام لا هو دماغ يجب أن تعتني به أدخل إلى جوفك الخضر الفاكهة الحبوب كل شيء طبيعي يدخله وبخاصة زيت الزيتون التمر العسل الحبوب الكاملة يسمونها الكاملة يعني الخبز الكامل أو حتى لو أكلت خبز النخالة الخبز الأسمر أو الخبز النخالة هذا المصنوع من نخالة القمح هذه فيها كمية كبيرة من الألياف من الفيتامينات مفيدة جدا للبكتيريا لدماغك الثاني إذن هنا أخي الحبيب القاعدة الأولى حتى تشفى بالقرآن يجب أن تؤمن بهذا القرآن يجب أن تتدبر هذا القرآن يعني القرآن مثلا يقول لي ولك وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين تذكر أنك عندما تسرف في الطعام فأنت خرجت من محبة الله وهذا شيء سيء طيب أنت تسمع هذه الآية وتقرأها ثم عندما يأتي الطعام وإذا بك تأكل يمينا وشمالا وتراكم كميات كبيرة من الطعام أنت تنهك هذا الجهاز الحساس هنا وبالتالي عندما تعتدل بالطعام وتختار من الغذاء الطيب كلوا من طيبات ما رزقناكم ما معنى من طيبات لا يعني الأكل اللذيذ هذه الوجبات السريعة ليست من الطيبات المشروبات الغازية التي تفتك بالأمعاء ليست من الطيبات الدخان ليس من الطيبات الخمر ليس من الطيبات هو أم الخبائث هذا السكر المصنع هذا ليس من الطيبات بينما العسل من الطيبات التمر من الطيبات زيت الزيت وهذا ما ينصح به العلماء اليوم النظام الغذاء مهم إذن أنت عندما تتدبر القرآن وتتدبر قوله تعالى كل من طيبات ما رزقناكم وبنفس الوقت ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين إذن هنا أنا يجب أن أعد نظام غذائي متوازن طبيعي خضار فاكي كل شيء طبيعي ابتعد عن المصنع والطعام الجاهز وغير ذلك إذن هذه القاعدة الثانية تدبر القرآن يقودك لنظام غذائي أفضل طبيعي طيب القضية الثالثة أن تطبق تعاليم القرآن القرآن يأمرك أن لا تغضب يأمرك أن تغفر المعظم الذين يعانون من القولون العصبي كما قلت لكم هنا يوجد دماغ وهناك عصب يصل للدماغ ولذلك الحالة النفسية تؤثر جدا على الأمعاء والقولون وعلى البكتيريا أيضا موجودة داخل هذه المنظومة حالتك النفسية يجب أن تتميز بالهدوء الشديد طيب من أين أحصل على هذا الهدوء من خلال ثقة بالله وتطبيقي لتعاليم القرآن طيب ماذا أمرني القرآن القرآن يأمرني ألا أغضب يأمرني بالصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب هل رأيتم إنسان صابر يغضب لا الغضب ضد الصبر الغضب من الشيطان والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تغضب لا تغضب والله عز وجل يأمرنا أن نصبر يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين طيب ماذا يوجد أجمل من ذلك الله يقول لك أنا معك ولكن اصبر أنا معك ثم تضغط على نفسك وتنفع حقيقة أخي الحبيب أنا أقول لك هذه تجربة شخصية كلما صبرت وكلما غفرت وكلما عفوت عن الآخرين وكلما وجهت تفكيرك باتجاه الآخرة ستجد أن حالة أمعائك والقولون والمعدة ستجد أنها تستقر وتطمئن وتصبح أفضل وأنا أقول لك هذه تجربتي الدواء حقيقة له فائدة ولكن محدودة وأثاره الجانبية أكبر بكثير له أثر مسكن فقط يساعدك على اجتياز بعض الحالات الصعبة ولكن الصبر والهدوء النفسي والتسامح العفو أنا أريدك أن تكون حياتك كلها تسامح القضية الرابعة يجب أن لا تحمل هما من هموم الدنيا لأن المشكلة حصلت لديك بسبب الهم والغم والنكد وعدم الصبر والانفعال إلى آخر لا ثق بما عند الله أنت تتعرض لضغوط نفسية قوية طيب ما هو العمل وما عند الله خير للأبرار والله خير وأبقى قل هذه الآية ردد هذه الآية كعلاج والله خير وأبقى جميلة جدا كلما أزعجك أحد تولى عنه قل والله خير وأبقى الله أمر حبيبه أن يت قال له فإن تولوا إذا تولى الناس عنك واستضعفوك وابتعدوا عنك ولم تجد من يساعدك فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله أخي الحبيب والله علاج مريح جدا ولكن يجب أن تقتنع بهذا الكلام تقول حسبي الله الله يكفيني لا أريد أحدا يكفيني الله أنه معي فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم أنا توكلت على الله وضعت همومي بين يدي لماذا معنى توكلت عندما تأتي لشخص وتقول له أنا سأتكل عليك في هذه المهمة يعني أنا أجلس وأرتاح وهو الذي يقوم بهذه المهمة إذن ارتاح أنت وسلم الأمر لله ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقة فأنت أخي الحبيب الآن لا يكفي أن تقرأ القرآن يجب أن تفهم وتطبق القرآن عندما حدثنا عن زيت الزيتون وقال عنه إنه من شجرة مباركة وحدثنا عن التمر التمر كغذاء لأهل الجنة فيهما في الجنتان في سورة الرحمن فاكهة ونخل ورمان عندما حدثنا عن اليقطين وأنبتنا عليه شجرة من يقطين كل هذه الأغذية مفيدة لهذه المنظومة للجهاز الهضمي مفيدة أعتمد عليها زيت الزيتون دراسة إسبانية تقول مفيد جدا للقرحة ومفيد للسرطان ويقتل الخلايا السرطانية وأفضل زيت يمكن أن تناوله لسلامة النظام أو الجهاز الهضمي هو زيت الزيتون فأكثر من هذا الزيت بالنسبة للبقية الأغذية أخي الحبيب ابتعد عن الأغذية المصنعة والأغذية هذه الحارة والأغذية التي تدمر هذه البكتيريا النافعة واعتمد على الصيام يعني أنا هناك قضية أنا جربتها كثيرا وأنا دائما أصبحت ألجأ إلى الصيام العلاجي أنا أعالج نفسي بالصيام على فكرة بالقرآن وبالصيام طيب ماذا يفعل الصيام القولون أخي الحبيب عبارة عن فيه مشاكل كثيرة عندما يصاب بتقرحات والتهابات يسمى القولون العصبي يعني هو رمز ولكن أدخل تجد فوضى عارمة في الداخل مشاكل كثيرة تقرحات هذا الجهاز هذا القولون الذي سخره الله لك يعني يعمل بشكل خاطئ جدا بسبب الضغوط النفسية من جهة وبسبب ما تدخله من طعام سيء أغذية مصنعة ومشروبات غازية وربما الدخان يؤثر كثيرا وهذه المنبهات أيضا تؤثر القهوة والشاي وكذا إلى آخره ولكن الضغط النفسي هو له التأثير الأكبر طيب لماذا الصيام مهم لأن الصيام أخي الحبيب يعطي لهذه المنظومة راحة لمدة مثلا 16 ساعة في اليوم هذا العدد من الساعات يكفي لكي يقوم بإعادة بناء نفسه إعادة إصلاح نفسه فالصيام هو نصف العلاج على فكرة يعني القرآن والصيام طبعا الغذاء هو تطبيق للقرآن وكلوا واشربوا ولا تسرفوا أنت تطبق القرآن عندما لا تأكل كثيرا عندما تختار من الأكل الطيبات يعني الأغذية الطبيعية التي خلقها الله أيضا هذا جزء من تطبيق القرآن الصيام أخي الحبيب كما يؤكد الكثير من العلماء هو وسيلة لجعل الخلية الضعيفة غذاء للخلية القوية يعني أنت لديك خلايا شاذة هنا الخلايا الالتهابات الموجودة في القولون هذا هي خلايا شاذة كيف يقضي عليها الجسم بالصيام عندما تجوّع جسدك فإن الخلايا النشطة والقوية تقوم بالتهام الخلايا هذه الضعيفة والهرمة والتالفة والمتضررة والمريضة والخلايا الملتهبة إلى آخره وبالتالي يبدأ الجسم بإعادة بناء نفسه النظام المناعي أيضا يعيد بناء نفسه هناك خلايا بيضاء مناعية تنتج بشكل كبير أثناء الصيام إذن الصيام وهو تطبيق للقرآن يعني أنا أعتبر العلاج بالصيام هو علاج بالقرآن لماذا؟ لأن الله يقول لك وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فأنت عندما تستجيب لكلام الله وتتخذ الصيام كعلاج لك أنت تطبق القرآن إذن هذا الشفاء بالقرآن علاج بالقرآن نحن فهمنا العلاج بالقرآن بطريقة خاطئة فهمنا أن العلاج بالقرآن هو أن تقرأ وتردد هذه الآيات من دون فهم، من دون تأثر، من دون خشوع وأن الشفاء سيحدث هذا الكلام غير صحيح أخي الحبيب الشفاء بالقرآن أول شيء يحتاج لتدبر وخشوع وتطبيق يعني مثلا القرآن العظيم مشاكلنا اليوم معظمها مشاكل أسرية أيها الأحبة القرآن ماذا يقول لك؟ يقول لك يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم طيب ماذا أفعل؟ لم يقل لك اضرب لم يقل لك اشتم لم يقل لك افرض سيطرتك بل تجد أن الآية تأمرك بالعفو والمغفرة والتسامح والصفح والصبر لاحظة يعني أنت في بيتك علاجك هو الصبر والتسامح والعفو والمغفرة وتذكر دائما هذه الآية فمن عفى وأصلح فأجره على الله وتذكر هذه الآية إن الله مع الصابرين القضية الأخيرة أخي الحبيب التي هي جزء مهم من الشفاء كثرة الاستماع للقرآن يجب أن تغذي دماغك هذا بصوت القرآن لأطول مدة ممكنة وكل القرآن هو الشفاء أي سورة تضعها فيها الشفاء إن شاء الله ولكن هناك آيات يعني تجعلك مطمئنا يعني مثلا عندما تتذكر هذه الآية وترددها الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أنا أريدك هذه الآية كلما أحسست بالضيق كرر هذه الآية سبع مرات ألا بذكر الله تطمئن القلوب كلما تعرضت لضغط نفسي وكما قلت لك الضغط النفسي هو الذي أصلا هو المسؤول عن هذه المشكلة مشكلة القلون العصبي وغيره ف حتى تعالج هذه المشكلة تذكر معي هذه الآية الكريمة هذه الآية أنا سأستدعيها من قصة نبي كريم مرة بمرحلة ضيق شديد وتعرض لمواقف نفسية صعبة صعبة جدا ولكن كان يقول فصبر جميل مرتين والله المستعان على ما تصفون كلما آذاك أحد في بيتك بخاصة قل على الأقل بينك وبين نفسك كرر هذه الآية عدة مرات يفضل لرقم سبعة لأنه رقم مهم في الشفاء فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون أنا سأصبر وسأرضى بقضاء الله وسأصبر كما صبر سيدنا يعقوب على أذى أولاده وعلى فرق ابنه وسأستعين بالله لن لن يعني أنا أصلا فقدت الثقة من البشر أنا سأستعين بالله والله المستعان على ما تصفون هذه الآية مهمة هذه العبارة مهمة كررها كثيرا أخي الحبيب الآية الثانية على لسان سيدنا يعقوب أيضا مريحة جدا عندما يعني تحتاج أن يأتيك الله برزق بحل مشكلة قل فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا أيضا هي على لسان سيدنا يعقوب ثم يعني سورة يوسف فيها الكثير من المواقف أيها الأحبة كل من تابك شيء من اليأس قل تذكر قول سيدنا يعقوب يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه هنا هنا تذكر هذه العبارة أخي الحبيب ولا تيأسوا من روح الله إنه إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون تذكر أن اليأس هو كفر وتذكر قدرة الله وأن الله قادر أن يعوضك خيرا مما أخذ منك وقادر أن يكرمك كما أكرم سيدنا يوسف عندما قالوا له إخوة الله لقد آثرك الله علينا أنظر هم كانوا في موقف الضعف والذل وهو كان سيدا على مصر ملك قال إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضع أجر المحسنين إذن أخي الحبيب هذه المعاني ضعها في رأسك ابدأ منذ هذه اللحظة بتفريغ هذه الأفكار السلبية ضع مكانها التفاؤل النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر الناس تفاؤلا وكان يعجبه الفأل الحسن وكان يبشر دائما بل هو المبشر يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا مبشر هو يبشر بالخير فبدلا من أن تكتئب وتضع في ذهنك صورة سوداء ماذا سنفعل غدا وماذا سنأكل وكيف سن نأتي بهذا العلاج وكيف 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 ومن أين وكذا وتتحدث عن الغلاء ولن تستطيع أن تغير الشيء لأن هذا الأمر بلاء من الله بالعكس فكر تفائل قل بالعكس غدا سيكون أفضل إن شاء الله سيأتينا الرزق إن شاء الله الله سيرزقني من حيث لا أحتسب هذه المشكلة ستحل بإذن الله هذه القضية الله سيعالجها دائما أنسب كل شيء لله ترتاح جدا قوي علاقتك مع الله من خلال أنك عندما تسمع القرآن فكر بمعاني الكلمات وفكر كيف تقوي علاقتك مع الله وبالتالي أخي الحبيب هذا هو العلاج بالقرآن هذا الذي أنا طبقته وأعطاني نتائج رائعة جدا وأنصحك أن تستفيد من هذه التجربة نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا إنه على كل شيء قدير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق